السلام عليكم وعلى ذلك ذكرت أوصافه صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً فلا باس بذلك لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم وإن اقتصرت على قولك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كفاء وكذلك عند قبر أبي بكر وعند قبر عمر تقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته كان ابن عمر رضي الله عنه قدم من سفر يأتي ويقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر ثم يقول السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته ثم ينصر وإذا أراد أن يدعو يدعو في المسجد يروح يجلس وليادر في المسجد ويدعو الله عز وجل ما يدعو عند القبر نعم